اشتركوا في القناة تمتد على مدى البصر فسألت خالي في دهشة ما هذه الأشياء الغريبة يا خال فقال خالي إنها مولدات كهربائية هوائية قلت عجبا وهل الهواء يعطي كهرباء فقال خالي نعم يا عصام إن هذا أول حقل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الريحية وهذه المحطة تعمل منذ شهر جوليا 2014 فقلت هذا أمر رائع قال خالي وأكثر مما تتصور فمنطقتنا تتميز بهبوب الرياح طيلة أيام السنة هذه الطاقة النظيفة المتجددة دعمت بشكل كبير حاجياتنا للكهرباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر